الطور البيني يحدث فيه تضاعف اعداد الضيات الخلية وزيادة حجمها ونموها وتضاعف المادة الوراثية بها يستغرق هذا الطور بحدود 90% من زمن دورة الخلية طور البيني يحدث فيه تضاعف اعداد الضيات الخلية يعني شنو اكو الضيات بالخلية تضاعف وتزيد حجمها ونموها وتضاعف المادة الوراثية بها يستغرق هذا الطور بحدود 90% من زمن دورة الخلية طور الانقسام الخلوي طور البيني طور الانقسام الخلوي يحدث خلال انقسام النواة وانشطار السايتو بلازم وتعدث هاتان العمليتان ضمن نوعين من الانواع الانقسام الخلوي هما الانقسام الخيطي والانقسام الاختزالي اذا طور الانقسام الخلوي يتقسم الى انقسام الخيطي نوعين من انواعه انقسام الخيطي وانقسام اختزالي نتعرف علي اكثر بالدرس القادم هذه مراحل دورة الخلية طور الانقسام الخلوي تنقسم به النواة والسايتو بلازم هذا ما الانقسام الخلوي عملية زيادة اعداد الخلايا الجسم الثاني حيث اثناء عملية التكاثر نوم التكاثر مع اهمية الانقسام هذا اهم الفعاليات لانه يشترك بعمليات اساسية نوم التكاثر والصلاح الانسجة والصلاح الانسجة والصلاح الانسجة التالفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة